تعرضنا إذن في شرحنا للوحدة الرابعة إلى مضمون المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم والمثاق العربي لأخلاقية مهنة التعليم نأتي الآن لكي نوسع أفقنا إلى مثاق عالمي آخر لمهنة التربية بوردة أو صدرة عن جامعة مونتي فالو الأمريكية في سنة تقريباً 1975 فما هو مضمون هذا المثاق؟ في الواقع الأمر تضمن مثاق أخلاقية مهنة التربية بالجامعات مونتي فالو الأمريكية مقدمة عامة وجزئان الجزء الأول هو الالتزامات المعلم تجاه الطالب ثم الجزء الثاني التزامات المعلم تجاه المهنة وأستأذنكم في المرور إلى قراءة بعض مفاصل هذا المثاق هذا أورده الدكتور عفيفي في كتابي حول مثاق إخلاقية المهنة في التربية والتعليم إذن يقول في المقدمة يؤمن المربي بقيمة وكرمة كل إنسان ويدرك أهمية الأهمية القصوى لتحرص صدق والتفاني للتميز وتنمية المبادئ الديمقراطية ولتحقيق هذه الأهدف تتم حماية حرية التعلم والتعليم وضمان الفرص المتساوية للتعليم الجميع ويتقبل المربي المسؤولية عن اتباع أعلى المعايير الخلقي ويدرك المربي عظم المسؤولية الكامنة في عملية التدريس وتمثل الرغبة في الحصول على احترام وثيقة الزملاء والطلاب والأباء والمجتمع الدافع للوصول إلى أعلى درجات السلوك الخلقي القويم والمحافظة على هذه المرتبة إذن هذا هو المقدمة التي تنتهي بهذه الجملة يمثل هذا المستوى طموح كل المربي ويوفر المعايير للحكم على السلوك ويوفر المعايير للحكم على سلوك المعلمين مهم جدا لماذا مهم؟ لأن سلوك المعلم يحتاج أو المعلم في كل مدرسة وكل فضاء مدرسي يحتاج إلى أن يعرف المعايير التي ينبغي أن ينظم عليها سلوكها هذا مهم ومهم للغاية والمواثيق تقدم هذه المعايير واصل في استعراض المثاق الأخلاقي الصادر عن جامعة مونتيفيلو في أمريكا في المبدأ الأول قلنا يتعلق بالالتزامات تجاه الطالب سأختصر يقول ولكي يفل مربي بالتزاماته هذه تجاه الطالب فأن عليه أن يلتزم بالآتي واحد يحضر عليه منع الطالب من العمل المستقل في البحث عن التعلم ثانيا يحضر عليه منع الطالب من التعارف على وجهات النظر المختلفة ثالثا يحضر عليه حجب أو تشويه أي موضوع يتصل بتقدم الطالب في التعلم طبعا رابعا يبذل الجهد المعقول لحماية الطالب من الظروف المؤذية لتعلم الطالب أو لصحته أو لأمنه خمسا لا يتسبب عن عمد في إحراج الطالب أو احتقاره سادسا لا يرتكب التفرقة غير العادلة على أساس الجنس أو اللون أو الفصيلة أو النوع أو الأصل القومي أو الحالة الزواجية أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو العائلية أو الخلفية الاجتماعية أو الثقافية أو التوجه الجنسي بما يؤدي إلى نقطتين استبعاد أي طالب من مشارك في برنامج حجب المزايا المستحقة لأي طالب منح مزايا غير مستحقة لأي طالب سابعا يمتنع المعلم استثمار علاقاته المهنية مع الطلاب لتحقيق منافع شخصية يمتنع عن استثمار علاقاته المهنية مع الطلاب لتحقيق منافع شخصية ثمنا يحضر على المعلم كشف أي معلومات عن الطلاب حصل عليها أثناء أدائه لوظيفته ما لم يكن هذا الكشف يخدم غرضا مهنيا أو كان إجباريا بحكم القانون مع أنت للشهادة مثلا في المحاكم إذن هذه واجبات أو أخلاقيات المعلم تجاه الطالب ولاحظ معي أنها مفصلة فيها ما هو معرفي فيها ما هو التربوي فيها ما هو أمني يتعلق بسلامة الطالب فيها ما هو قانوني فيها جميع الجوانب الجزء الثاني من هذا الميثاق ميثاق خلاقة مهنة التربية بجامعة مونتي فلو الأمريكية هو يتعلق بالالتزامات تجاه المهنة وأقتبس في هذا العنصر بالقراءة وذلك قراءة ما يأتي يقول وفي سبيل النهوض بالتزامه قبل المجتمع والمهنة يلتزم المربي بالآتي واحد عند التقدم لوظيفة تربوية لا يقدم بيانات غير صحيحة أو يخفي بيانات عامة لا يخدع ولا يظلل بشأن مؤهلاته لا يساعد على دخول المهنة أي شخص غير مؤهل للالتحاق بالمهنة من حيث الشهادات أو الشخصية أو صفة أخرى مهمة لا يعطي أي معلومات مغلوطة أو مظللة عن أحد المتقدمين لوظيفة تربوية ثم لا يساعد أي شخص غير تربوي على العمل بالمهنة ثم لا يكشف عن معلومات أي زميل حصل عليها بحكم وظيفته إلا إذا كان ذلك لخدمة هدف مهنة هام أو كان مضطرا إليه بحكم القانون سبعا لا يعطي أي معلومات كاذبة أو كيدية عن أي زميل ثامنا لا يقبل أي هدية أو مجاملة يمكن أن تؤثر على قراراته أو تصرفاته المهنية أو ردها الدكتور عفيفي في كتابه سنة 2005 صفحة 112-115 انتهى الميثاق إذن بماذا يمكن أن نخرج كخلاصة لهذا الميثاق؟ أن هذا الميثاق يعمل بنفس المبدأ الذي اشتغل به الميثاق العربي والميثاق السعودي فهو يشتغل بمحاولة تحديد وبيان علاقة المعلم بالطالب كيف ينبغي أن تكون علاقة المعلم بالزملاء كيف ينبغي أن تكون علاقة المعلم بالمجتمع كيف ينبغي أن تكون وعلاقة المعلم بنفسه بذاته كيف ينبغي لها أن تكون تقريبا لاحظ معي أن نفس المبدأ العام الذي يشتغل به المثاق السعودي هو نفس المبدأ العام الذي يشتغل به المثاق العربي هو الذي اشتغل به المثاق العربي هو نفس المبدأ العام الذي اشتغل به مثاق أخلاقية المهنة التربية بجامعة مونتفيلو الأمريكية